المشاريع التنموية الكبرى وذلك لتعزيز مكانة البحرين التنافسية في المجالات كافة وما يرفض القطاعات الاقتصادية ويزيد من انتاجيتها وعوائدها الإيجابية والتغلب على تدعيات جائحة كورونا حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات بروح الفريق الواحد بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين ففي أواخر شهر اكتوبر من العام المنصر تم اطلاق خطة التعافي الاقتصادي المبنية على خمس أولويات وهي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعليتها لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مساعة الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 ودشنت خطة التعافي الاقتصادي باطلاق استراتيجية قطاع السياحة في السادس من نوفمبر من عام 2021 والتي تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى مرياري دينار بحريني وفي السابع عشر من نوفمبر من عام 2021 تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والتي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة وتطوير مرافق البنية التحتية أما في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 2021 تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكية وبهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين تم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في الخامس من ديسمبر من عام 2021 والتي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين وتطوير قطاع الأسواق المالية في حين تم الإعلان في الثالث والعشرين من ديسمبر لعام 2021 عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية والتي تعنى بتوثيق ونشر جميع الخدمات الحكومية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفي الثلاثين من ديسمبر لعام 2021 تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين تجربة المستثمرين وتحديث التشريعات والقوانين فيما تم في الثاني عشر من يناير لعام 2022 إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتي تتمحور حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وبمجرد الإفصاح عن هذه المشاريع الطموحة تتسارع الخطى لتنفيذها خلال فترة زمنية قياسية وذلك في سبيل تعزيز مكانة البحرين التنفسية في المجالات كافة وبما يرفض القطاعات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر